في سياقنا متصل عطاة مفوضة طولة من الرداء فاطمة منتخطر رفقة والي الحوض الشرقي سلم والسيد مسامسي في مدينة النامة إشارة انطلاقة عامل البعثات المسرفة على تسير المخازن القروية وذلك في أطار مكونة المفوضية المندرجة ضمن البرنامج الخاص لدعم صمود السكان في الحوض الشرقي وستسرف البعثات التي ستزور جميع بلديات الولايات على تشكيل اللجان المسرفة على تسير المخازن القروية والتي ستشرف على تسير سبعمائة وخمسين بنكا للحبوب سيتم تزويدها بخمسة آلاف طن من القمح بسعر مدعوم من المفوضية ووضة طولة من الغذاء وصد البعثات بضرورة الشفافية في تشكيل اللجان والتنسيق مع سلطات الإدارية والمنتخبين هون من أجل إطلاق مكونة الأمن الغذائي المتعلقة ببرنامج تدخل الاستعجالي اللي وجهه فخامة رئيس الجمهورية الولايات الحوض الشرقي ميزانية تصل إلى عشرة مليار أوقية قديمة ومكونة المفوضية الأمن الغذائي هي مكونات بين المكونات اللي جينا اليوم إياك نشاوره مع السلطات المحلية ومع المنتخبون حول طريق التنفيذ هذه المكونات اللي هو اللي يتألف من تدخلين واحد تموين بنوك الحبوب بمادة القمح بسعر تفضيلي بسعر مخفض والمكونات الآخر هو الغذاء مقابل العمل من أجل تعدال برامج تنموية ذات بعد تنموي باقي في الولاية هنا إذن فيها عشر فرق ستتوزع على مختلف المناطق مع السادة الحكام مع المنتخبون من أجل تنفيذ هذه المكونات اللي اليوم كانوا يداولوا حولها وتوافقوا مع المنتخبون على توزيع هذه الكميات على حسب المناطق وبالطريقة اللي ستنباع بها مادة القمح بسعر مخفض وإن شاء الله المكونات الآخر اللي هو الغذاء مقابل العمل سينطلق قريبا وإحنا على التم الجاهزية وعلى بركة الله إن شاء الله تنطلق هذه هي الفرق إن شاء الله